لكشة المسلسلات حضرتك دخلت كده لا ده ده الأسكرات بقى تربط 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 كده بقى ناخد ذات قصة حياة البنت ذات ذات أنا الأول كلمتني كاملة بعد ما اشتغلنا مع فيلم وحد صفر فيلم وحد صفر بعدها بفترة قالت لها اللي أنا بعمل المسلسل وهي كان أول مسلسل بالنسبة لها ورواية وشرحت لي الموضوع فأنا قلت لها طبعاً أتمنى مضيت وكده وكل الحاجات دي ومن غير معرفة التفاصيل لسه ما كنتش قريت لأن ماريا من عوم كانت بتكتب مرحلة مرحلة والحاجات دي كلها أثناء ما دخلت التصوير عارفت إن الشخصية هتعمل اللي هو من عندها 18 سنة لحد حاجة وستين سنة وأنا في التصوير بتقولهم يعني آه ده أنا حعمل مراحل عمرية بقى والحاجات دي وكده وإزاي يعني فقلت بقى حعمل مقم كيش بقى العجوز والعجوز بقى وتخن وحاجات كده فدخلت فبتدينا يعني بتدينا كنا بنصوره على فترات وأنا حقيقي الزات عادت كتير ما عملتش حاجة غيره يعني فكنت مركزة فيه فالمهم لما جي العرض بقى بتاع المسلسلات والبروموهات بتدت تنزل بتاعت والسنة دي أنا مش فكرة إيه المسلسلات بالضبط بس كانت البروموهات كلها مبهرة قوي وحاجات كده جمدة فنزل البرومو بتاعنا لطيف بس بسيط يعني فأنا قاعدة كده بتفرج على البرومو بقول يا رب بسطر يعني يا رب المسلسل يعني ياخد حقه والناس تتفرج عليه فأول حلقة خلصت أنا ما كنتش فيها أنا في الحلقة الأولى بظهر من الحلقة الثالثة أو كده ما كانش فيه صدق قوي يعني خفيف تاني حلقة ثالث حلقة رابع حلقة لقيت على بقية الحلقات الناس ابتدت تكلمني ويقولون بقى على المسلسل على النوستالجي لأنه جيف تايمينج مهم قوي أنه الناس كانت ابتدت الهوية عندها تتهز جدا وكانت فكرة أنه نوستالجيك قوي فكرة أنه برجع كل الأجيال بقى يعني من بداية من الجيل بيرجع كل الأجيال سنة ده جيل بالتفاصيل شايف نفسه والجيل تاني بتفرج على هما الناس دي كتتعاملة زي اللي هو صغيرة بتتفرجي على سنة من سنة 52 لحد 2011 من خلال أسرة مصرية بالتفاصيل وبالحاجات أول مرة لما كان رحنا ناكل صندوشات في ويمبي بعرائس الباربي ببداية الحجاب ببداية الحاجات دي ميزات كاملة بقى أن هي بتلعبش المنطقة من بره بتلعبها من جواها جدا هي بتدخل جوا داخليات الشخصية كل الانتراج التفاصيل مع علاقة الشاي مش عالقة البتجاز البومبا بالراديو بالكلمات بالحاجات بعشت الجامعة في السبعينات باللبس يعني عارفة يعني أنا لما بتفرج على ذات بعد بقى ما خلصت بتأمل كده بحس إن المسلسل ده فيه رحة زمان أيوة جدا عارفة فيه حاجة كده مش موجودة ده سر نجاح الأعمال اللي من نوع ده ينيل إن هي تحس إن كنتي جوا دوقتي يعني يعني بيتبخوا انت شمى رحة الأكل بينشروا انت شمى رحة الصافو والرغاوي يعني 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 جو المود كل المهو عليّ قوي تحب دايما تتطمّن علي وتتطمّن علي قوي تتطمّن جدا تتطمّن خارب مش اللي مش مستدققني منكم يتفضل يسمع بنفسه شوية ويسمح كي ويوم من الأيام حرّار حرّار تتطمّن حرّار عادي الطلبات استهاني من اللي طلبتيها بس معادة الخاص لفلفت السوق كل عشان نجيب لك الخاص بقالبي زي ما قلتي ما لقيتش ما جيبتش معلش هيت تتطمّن حرّار تتطمّن حرّار لأ خليهم عندك تتطمّن حرّار تتطمّن حرّار كتير بس أنا كانت الصعوبة بالنسبالي إزاي تقنعي الناس أنا نيلي لوحدي بس إزاي تقنعيهم بالمراحل العمرية بتاعتك إنّ كنتي بتتغيّري في الأسلوب والإلستيسة بتاع الشخصية نفسها في الحاجات أنا حاجات كتير كانت بتساعدني طبعاً عارفها اللبس والمكياج والحمل والحاجات دي كلها يعني مثلاً لما إيجي التصوير وعندي مشهد وأنا حامل أنا خلاص بقوم يعني بقومت لقاءة تلقائي كده عارفها من الحاجات لما زيت كانت بتكبر يعني في مشاهد كتير أنا وباسم كنا عاملينها ارتجالية اللي هو يجيلي يا زوزو كل روكبية عبدو مش قدرى روكبية يعني في حاجات جات كده عارفها بالفطرة يعني ويمكن من وأنا بتفرج على الناس بشوف الناس الكبيرة في السنة بتعملين وحواليك بقى الممثلين برضو لما بعد ما تخرجي من المسلسل وتتفرج عليهم كلهم مع بعض التركيبة بانتصار بولادك التركيبة بانتصار كانت عظيمة 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 أستاذ أحمد كمال مدام سلوة محمد علي ناهد السباعي جروب كله كان فظيئة كل الجروب كله عارفة كان كاملة عاملة كاستنج حقيقي كمان قوي حقيقي قوي وعبد المهيد طبعاً يعني باسم باسم صامرة كل صغير طيبة والله أنا مش مصدقة يا عبدو أنت لسه بتفكر في العجد يا رجل ما فكرش ليه ربنا يديكي ويديني الصحة أمي بس عامللنا بروفة كده عشان نشوفه حلو عليك بروفة ايه يا عبدو ده أنا هعلقه في الدولاب للذكرى هعلقه كده وقال بسهولك في عين ميلادي الستين ستين ايه يا شيخ لا 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 قوم يقسيه عشان لو ضيق أهل حقرجعه طبعاً كساب التكت يا رجل ده بكين بقى أنا عايز أعرف بكين شوفي عشان تعرف أنت غالية عندها ديه لا دب والله غالية يا عبدو طب حرم عليك الفلوس كنت جبت حاجة للحياة ايش أغلى منك قومي اسهولي هعلقه في الدولاب يا عبدو قومي اسهولي يا ذات قومي اسهولي يلا تجننت يا رجل والله يا اسهولك ايه ابني شوفه بس هات العلبة يا عبدو هات العلبة حشير هبقى ديه اللي بدت دعاقه عليا اطلاق بيت ثلاثة منك ايه يا عبدو لازم يتقاس قومي يا ذات ربنا يا دي كل صورهم طيبة قوم قوم عشان جيني تفجيرات قومي يا ذات ايه يا عبدو مش كده يا عبدو مش كده عليا بالراحة يا عبدو بالراحة أنا ركب يبتوجعني تروحي لسجن النسا بقى وده الجو الأعجب كمان بتاع كاملة يعني انه سجن النسا ده كائب كآبة الفيلة بو زلومة لكن ما تقدريش تقومي ولا تفصيلة فيه ولا مش هديفوتك وانت عارفة انك هتتنكد وحيطوك وحيطلع روحك وتامر كروان عمالي يشجف نفوخنا بالمزيكة المزيكة وحاجة صعبة قوي لكن يعني اداء قمة من الجميع انت كنت في هذا المسلسل مش مبهرة يعني ذات كنت مبهرة جدا بس ايه ده كان الهو بس يوم ما يتقرنوش ببعض لان ذات حالة انت ده كان اللي موهرة ده اللي انا بقوله انه يعني هذه البالرينة هذه الفراش هذه الرئيقة هذه اللي قاعدة قدامي عاملة كده دي ازاي بتخش جوه سجن النسا ده صعب جدا فظيع ولكنني كاملة لما ابتدت ان ايه تفكر انا هتعمل سجن النسا يعني اول حاجة قالتلي اعمل فيك ايه هي بالنسبة لها كشكل ان انا هعمل سجانه ويعني حتى هي كانت بتحكيلي بعد كده ان كت بتقولي ناس ان انا حعمل سجن النساء طب مين هيعمل نيلي كريم فقالوا لها نيلي كريم هتعمل سجن النساء انا برضو نفس الحاجة كانوا يسؤولون لي انت هتعميلي ايه فقالوا لهم هعمل سجنة نفس أنت متأكدة يعني طب ما بلاش يعني فالدرجة يعرف هيشكتوني في نفسي طب وهو يمكن فعلا بلاش ولا إيه بصد فالمهم لحد ما قعدنا بقى أنا وكاملة ويعني اخترت اللوك اللي أنا كنت طلع لعبيها الشكل ده وشخصية غالية والحاجات دي كلها كل ده أنا كنت قلقانة يعني لحد ما روحنا لمنطقة اللي إحنا كنا بنصور فعلا في حي السجنات وفي حي كده في السجنات حي السجنات في الأناطر هم سكنين هناك بقى هم سكنين هناك وفعلا كنا بنصور في بيت أحد السجنات يعني كنا مأجرين اللوكيشن والشارع ده كل ناس جميلة وطيبة وبجد يعني مكافحة مش شغلانها صعبة لبست بقى البدلة ريم العدل اشتغلت جامد على الحاجات اللي بست البدلة وعملت الشخصية والحاجات جدا لحد ما بقى ابتديت بقى أشرب الشخصية دي شخصية تستجينا أقعدت مع سجنات أشفت بيوتهم عاملة إزاي هم عاملين إزاي هم طبعا ستات قوية بتحس كده هي ست ناشفة جامدة لأن ده كله بين طبعا من شغلانتها طبعا على الحاجات سيدة قانون يعني ذا رجل قانون اوه يعني فهمو فأ يعني هي دي جاوكا فظيئة جاوكا فظيئة جاوكا فظيئة مشهد القتل مثلا أنت بتقتليهم فيه لما بتروحيلهم يعني لو ذات يعني ما فيش مشاهد صعبة أداء أداء كان الصغوم عندي في حاجة تانية في مراحل العمرية وفي الحاجات دي السجن النساء تقريبا كل حلقة هتلاقي فيها مشهد صعبة كل مشاهد الظلم وكل مشاهد قتل الراجل مشاهد كتيرة جدا صعبة أدائيا يعني أنا فاكرة كان عندي مشهد اللي هو المأمور بيبلغني أن ابني مات هو كان مشهد صامت أنه هو بيبلغني وأنا ما بقولش حاجة فكاملة بتقولي عندك المشهد ده وقلت لها طب أعمل في إيه يعني أنا مش مش عارفة وأنا مش عارفة يعني عامل في إيه أنت بتسيب اللحظة أنا أه بسيبها الحاجة الوحيدة اللي أنا طلبتها من المأمور كان ممس الجميل معانا محمد يوسف قلت له محمد أعايز أطلب منك طلب بس واحد ممكن وإنت بتقولي الخبر حسه أدائيه هو صعب قال لي أوكي من إحساسه أن أدائيه الموقف صعب أنه هو يقولهولي عملت المشهد أنت من النوع اللي بتعياتي فعلا أنا في جول المشهد لا أنا يعني بتأثر بالمشهد لا أطرأ وحاجات كده أعمري يعني يعني ده ممكن مسلا استخدمه لو ركورات بقى كذا مرة وبتاع لو خلاص بقى الحم يعني فهمها لكن بحب أخذ المشهد من الإحساس نفسه هو تكنيك يعني تكنيك مختلف أنا مش عارف التكنيك هو بس مش تكنيك يعني عمري ما درست التكنيجيات مش لازم تدرسين ما هو البني أدم بيعمل الحاجة بعدين تقنن الفنان بيعمل الحاجة ثم تقنن شعر يتقال الأول بعدين يقننه وهكذا فأنتي طريقة شغلك تكنيك كل ما كنت بعيدة عن الاحتراف كل ما كان ده التكنيك بتاعك يعني أنت تكنيكك أنه أنا لا أتبع الاحترافية خالص أنا بشتغل كله فطر جدا ده كان مشهد صعب ومشهد تاني كان يعني مشهد القتل طبعا كان صعب جدا لأنه عادنا نصور فيه ثلاث يام ده فعلا أنا عملتي في الآخر ده كان آخر يوم تصوير المشهد ده بنعمله ورمضان شغال والمسلسل شغال وكل حد خلصنا اليوم وإحنا المفروض نخلص النهاردة آخر يوم ابتدينا نصور المشهد ده كان قبل الفجر بشوية كان ساعة ثلاثة الصبح وإحنا قريدي بنصور من ثمانية الصبح يوميها لأن لازم نخلصه على الهوى وكل التفاصيل دي فجايين خلصانين أحمد داود ورهام حجاج وأنا المفروض في الآخر دي فنبتدي نعمل المشهد وأنا مفيش أي باور خالص فاللي هو أنا بتكلم بجد على فكرة وما فاكريني بهظر بقولون طب بينفع ما قتلوش طب خليه يعيش وخلاص يعني ونخلص مش عايزاي يموت خلاص يصطف لهما اللي اتنين طبعا فهم مفتقلوا أنا بتكلم بجد أنا يعني كان فيش حتة جدية كده قلت يمكن نصعب عليهم فما فيش داعي فطبعا بعد البصطات اللي كانت نازلة على الفيسبوك صبر يستهل الدبحة وإحنا نقتله وإحنا مش عارف إيه وبتاعه ففي حد من المساعدين للأخراج قالوا لأحمد داود أحمد على فكرة أنت أحسن لك نيلي تقتلك في المسلسل بدل ما تتقتل في الشارع بدل ما كل ستات مصر تقتلك آه تقتل في الشارع قلت لهم أنت بجد قالوا لي لأ الموضوع يعني يعني رأي رأي عام أضيف رأي عام لازم يموت يعني لازم يوموت فبتدينا نعمل المشهد وكده فغالبا عارفة اللي احنا كنا خلصنا وتعبنين والحاجات دي كلها فالموت اللي لوحده يعني فكاملة جت إيه اللي أنتو بتعملوه دا خارة يعني مش الأداء اللي هي الشايفية مظبوط يعني طبعا مش شايفين حاجة وحنا مش شايفين قدامنا بقى وحاجات كده فقعدت كده أنا طبعا الكلمة دي قتلتني قالتني يعني أنتو عاملين شغل حلو والمسلسل كله الحاجات دي كلها وحتيجوا على الفنالة حتقربوها مش هو دا الشغل ومش المهم قعدت أنا وإحمد وريهام وبتاع بعد ما قالت لنا الكلمة الصدمة دي قعدة كده أنا بقى ابتدت عايط من غلبي من تعبي من صابر من كل حاجة فابتدت بقى أنا عايط وأحمد داود قعد كده برضو يعني برضو شبه بيعايط وريهام يعني كتمربوطة بقى برضو في البتاع دا فهي إيه؟ هي إنترأكشن بتاعها معانا أقل هي مشكلة في بنصبر وغالية بقى فابتدت يعني كاملة تشوف إن إحنا تمام فل حضروا الكاميرا الحاجات حنبتدي نصور يلا فجيالي بتقول لي إنتي تكرهين وده هو عمل فيك كذا وكذا 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 كاملة تمشي من هنا بقول خلاص مش مهمة أنا مسامحة خلاص يدوروا وحزأت لك وبتاع فهي طبعا مشهونة عايزة بقى المشهد الفنالة بقى مصر كلها مستنيا غالية عدم الإيه صور ابتدينا بقى نعمل أنا قاعدة على ركبي وداود هنا وبتاع ابتدينا بقى إنت عملت كذا 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 فمفروض الكاميرا كده أنا بروح من الكاميرا يعني مع داود وبعد كده بروح لريهام ريهام أوتف كادر فأعمل لحمد داود انت كذا وانت مش عارف ايه وبختص كده لريهام وريهام عاملة بطنها ان هي حاملة فبنامع على المخات دا بتاعي بقول لها ريهام أنا مش قادرة أنا بموت انو فليت كملي انت مش عارف ايه فهمه وخلاص وبعيط بقى من التعب ومن كل حاجة اللي هو خلاص موت بقى يعني فهمل هو عزقه موت واجي كده لريهام قلت لها أنا بموت يا ريهام مش قادرة قلت لقومي مش عارف اتتكلم كمان عشان الميكروفون والحاجات دي كلها المهم ايه قلت لها يعني يا ريت ما توريش انا غرزت بقى غرزنا الحاجات دي ازاي فالمهم اخدت بقى الشط دا خلاص خلص والحاجات دي كلها اخر بقى حاجة الفنالة بقى وهي غالية ماشية بقى خلاص ورح تسلم نفسها ورح تتصور نفسها الكلام دا احنا ايه كنا منتصوره وتسعة الصبح من تسعة صبح تاني هم تسعة صبح يعني واحد ستة وخمسة عشرين ساعة اه 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 فانا ماشية بقى عارفة المشهد دا اه انا مش مش موضوع ان انا منتصرة اه يعني خلاص قتلت وكده انا ماشية بقى في التورقة دي واقول الحمد لله خلصنا التصور الحمد لله اخر مشهد بقى اللي احنا بنعمله في الاسم ان ايه رايح تسلم نفسها الجزء دا عملنا مرة اتنين فقولوا يلا ثالث مرة اتريهم خدوا كل حاجة وبتاع وحاجات كده ولسه انا اكشن بقى فاركش الله عالمفجأة بجد 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجد اشتركوا في القناة